اشتركوا في القناة اضافة لانك كنت سايق سيارتك بسرعة عادة طيب باخد مخالفة السرعة وبسددها ولا يهمك لو كان الموضوع على قد سيارة مسرعة كان ممكن اغطرش عن الموضوع اكتفي بالمخالف لكن للأسف في مجني عليه بالحادث مجني عليه؟ طبعا مجني عليه مش انت اللي صدمت بالسيارة وانت سايق مسرعة بس خلينا يا حضرة الضابط ما ننسى انه انا رجل اعمال كبير اللي اسمي وسمعتي واللي صدمته يعني بيكون بيكون شو؟ بيكون جحش صحيح جحش بس بيضلوا روح كائن من كائنات الله يا سيدي فاهم بس مش معقول تعطلني وتعطل اعمالي مشان جحش بكل الاحوال في اجراءات بدهت العمل هاينا بنستانى بالتقرير الميداني لحادث من شان نستكمل اجراءات وادخل يعطيك العافية سيادتك خير طمني خلصتوا المعاينة الميدانية؟ خلصناها وهي تقرير المعاينة معي سيادتك هات لنشوف فضل هاده مات مات؟ بقصد ان اتت اعطيني التفاصيل يا رقيب علي لما وصلنا لموقع الحادث كان بيلفظ اخر انفاسه واضطرينا سيادتك انه انه ايه خلاص اضطريتو شو اضطرينا انه نطلق الرصاص على راسه مشان ما يتعذم وهو هيك هيك كان رح يموت بالاخر ايش؟ قتلتوه؟ صدمة السيارة كسرت ظهر الجحش وعجلات السيارة كسرت اجرين له اماميات ووقع ببركة مي سببها المطر فقعد يبلع من البي ويبلع بالمي ويبلع بالمي او بعدين شو صار بعد ما اعادي بالعلمي انخنك المسكين وبطل كادر يتنفس وبناء على الحال اللي كان فيها ما كان في مجال غير انه نريح تجحش المسكين باخر لحظات حياته اها يعني بالنهاية انتو اللي انهيتو حياتو مش انا انت السبب لو كلفت خاطرك بعد ما صدمتو بالسيارة وانزلتو وصحبتو على جنب الطريق كان زمانو عايش ومكمل حياتو ويمكن كان كبر وصار مستقبلو قدامو يا جماعة ليش مكبرين الموضوع هذا يعني كبر ولا صغر مجرد جحش بنشو بنشو رقيب علي خذي الاستاذ على الحجز لحد بكرة يا خذ مين على الحجز انت شكلك مش عارفني تفضل بطاقتي وشوف انا مين قبل ما تحكي اسف استاذ مين ما كنت لازم تنحجز لحد بكرة طب اقرأ البطاقة اول ما بتهمني البطاقة لانه بكل الاحوال حتفوت الحجز لحد بكرة انا مسعود بيك وانا بقول وين شايفك قبل هيك صورك دايما بالصحف والمجلات يا سبحان الله شكلك نفس الصور بالضبط يا مسعود بيك يعني حروح للأسف يا مسعود بيك بيضل الوضع القائم انك قتلت الجحش وانا مضطر احجزك لبكرة ما تنسى انك قاعد بتحكي عن جحش حتى لو القانون واضح تماما في هيك حوادث حتى اللي الى علاقة بدهس الكلاب والبسس فما بالك بجحش الجحش يا مسعود بيك حجمه اكبر وقيمته اعلى من حيث علاقته بالانسان والمجتمع بس انا عندي اشغال واعمال ولازم اخلصها وبديش اتعطل وانا في عندي محضر لازم افتح وتقرير لازم اجهزه بالكامل لازم تعرف انه انا مش قليل بالبلد واللي بتسويه هلأ فيه له عواقب يا تي داري مسعود بيك بس هلأ لازم تنحجز لحد بك انا على كل بقدر احجزك بمكتبي هون لبكرة اي نعم هي باردة وكئيبة لكن بتظل احسن من غرفة الحجز اذا بتحب ممكن افرجيك كيف شكل غرفة الحجز انت مش عارف نتيجة تصرفاتك هاي بكرة حتاكل اصابعك ندم اكل اصابعي ندم احسن ما حدتاني يا كلي اياه لو طلعتك اليوم بكرة المسؤولين عني حياكلوا اصابعي يا مسعود بيك مسؤولين انت بتحكي عن مسؤولين ومش عارف مين انا معلوم بعرف مين انت الرجل الذي لا يقهر هيك لقبك عند الصحافة مسعود بيك وانا بالحقيقة كتير معجب فيك بشكل لا تتخيله حتى دايما بقول لأولادي عنك شايفين كيف مسعود بيك رجل المال والاعمال صار الرجل الذي لا يقهر بالرغم من انه بدى حياته سواء بالأجرة على سيارة ناء الحجار من المحاجر لحد المدينة عن جد قصة رجل عصامي تحترم لازم تاخده مسعود بيك قدوة لكم سامعين يا ولاد هيك دايما كنت احكي لهم يا سيدي شكرا بعشر سنوات بس قدرت تتحول من سواقب اليومية للرجل الأول بالبلد بتعرف شو بعني هاد الحكي بالنسبة لواحد مثلي بدى حياته شرطي والرتبة يعني بتيجي لحالها لحد ما صرت ضابط بتعرف كيف هاي الأمور مش هيك انا يؤسفني ان اقولك انه بكرة هترجع رتبتك لحد شرطي مش ضابط بالشرطة يا حضرت انت رجل شريف يا مسعود بيك بعارف انك بتقدر تسوي هذا الحكي لكن انت مش هتسوي اوعدك هاي المرة رح اسوي ايش هاد وين انا اه غرفة الحجز يا ترى الجرائد اللي على المكتب هاي شغل بارح ولا اليوم اه اه شغل اليوم لما نشوف الأخبار ايش هاد شو هاد اللي نشايفه بالجرائد مسعود بيك يقتل جحشا جحش يفقد عمره بسبب مسعود بيك ايش هاد شو اللي عم بصير يا ضابط يا ابن ال صباح الخير مسعود بيك بتمنى تكون ارتحت الليلة عندنا من وين بدو يجي الخير مين وصل هاي الأخبار للصحافة وانت غشيم عن الصحافة يا مسعود بيك انت فكرت انه بدي انافذ تهديدي اليك فروحت عملت خطوة استباقية وبلغت الصحافة عشان تحمي حالك مسعود بيك هاد اتهام فش علي دليل وهاد اشي بعاقب علي القانون بتحب اذكر اتهامك بالمحضر لا وعلى شو طيب في مجال حكي بالتليفون طبعا هاد حقك ومن امتى هاد الحق؟ من وقت ما جيت لهون بس امتى اللي ما طلبت؟ طيب هات التليفون خليني اتصل اتفضل ايوه ايوه اهلين اغلبك تعطيني قائد الشرطة يا ابني قل له مسعود بيك بدو يحكي معك صباح الخير مسعود بيك معي صباح النور ايوه مسعود بيك بيحكي معك انا كايد عايد محرر اخبار بصحيفة كل البلد واش بدك يا اخا كايد عايد لو سمحت بدي اسفسر منك عن قصتك مع الجحش يا اخي الجحش لما يلهفك مسعود بيك ما بسمح لك يا اخي شو قلت هالأدب حادث صغير ومش مستاهل عملتولي عليه قصة وهو حدا حكالك مسعود بيك انك تسوق بسرعة يا شيخ روحف داهية شو قلت هالأدب هاي شو هالوقاحة عاشر صحفي بتصل بسأل عن الحادث تفضل صباح الخير مسعود بيك صباح النور خير يا بي لسان مسعود بيك في محضر من المحكمة بده اياك محضر خير ان شاء الله شو بده ما قبل يحكيلي قولي له يدخل تفضل استاذ محضر صباح الخير استاذ مسعود ابو السعود مسعود هو بشحمه لحمه خير شو فيه هات تبليغي من المحكمة لسيادتك لحضور جلزة يوم الثلاثة القادر يا ريت تمضيلي اولا على الاستلام هات يا سيبي اهه هاينا مضينا حكيلي شو موضوع التبليغ اتفضل اقرأ بنفسك المدعي جحش المدعي ليه مسعود او السعود مسعود لا 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 انتوا اكيد بتمزحوا انا عملت اللي علي مسعود بيك هاي التبليغ معاه يعطيكم الف عافية الله لا يعطيك عافية عليك تبليغ بي لسان بي لسان عمرك مسعود بيك اتصلي باستاذ صالح محام الشركة وقليله ييجي حالا حالا عندي لك خبرين واحد حلو والتاني مش ولابد الخبر الحلو قدرت اسقط شهادة الشاهد الوحيد بالقضية ممتاز ممتاز وشو الخبر التاني الخبر التاني انه القاضي ما ابل حجة غيابك ما ابل شو مش القاضي بيكون سليم سليمان صحيح هذا صديق مقرب بيلي كتير كيف مرفو الطلب غيابي الحقيقة انه كان محرد جدا خاصة انه الادعاء ضغط عليه كتير ومثل ما بتعرف فيه صحافة وناس وهو طبعا ما بيقدر يجاملك بوسط كل هدول الناس حتى لو قلت له انه انا مريض صحيح لكن الادعاء قال انك كنت مبارح حاضر بافتتاع احد مشاريع شركاتك بسيطة بحضرش ولا اشي لحد الغم هاي ما تنزاح يا مسعود بيك القانون واضح بهاي المسائل الحكم بالنهاية حيكون غرامي وممكن طبعا هاي الغرامي تزيد يعني بسبب غيابك لكن اول عن اخر لازم تحضر عشان استجوابك من قبل الادعاء مستحيل انت بتعرف شو يعني اوقف في المحكمة في قضية جحش؟ طب انت عارف شو سوت اليوم صحيفة من الصحف؟ شو؟ تفضل اقرأ منازلين مصابقة بين القراء عنوانها الاتي من يكسب؟ مسعود بيك ام الجحش؟ وكل هاد وانا ما رحت عالمحكمة ها؟ طيب لما انزل عالمحكمة شو حيسوه؟ حيصوروني وانا بحضن الجحش؟ طيب طيب انا بشوف شو ممكن يطلع معي سيدي القاضي لقد قال سيد مسعود في التحقيقات الاولية انه لم يكن يقود سيارته مسرعا كما اننا اثبتنا منذ اكثر من عامين بان الشاهد الوحيد بالقضية غير موثوق به ولذا قمتم سيادتكم باسقاط شهادته كما ان كل ما كان يمكن ان يقوله السيد مسعود بيك وهو من رجال المال والاعمال والمجتمع المرموقين لن يقوم بتغييره وعليه يا سياد القاضي نطلب من سيادتكم ان تقوموا بالحكم في تلك القضية غيابيا على السيد مسعود ابو السعود مسعود وذلك لتوفير وقت وجهد المحكمة الموقرة وشكرا لكم اللي الدعاء يتفضل سيد القاضي السيد مسعود فعلا اقر بانه سيارته ما كانت مسرعة وقت الحادث لكن المحققين بالحادث افادوا بانه كل الدلائل بالدل انه السيد مسعود كان بيقود سيارته بسرعة عالية جدا لذا وجب مواجهة السيد مسعود بالشهادات المحققين في قاعة المحكم الموقرة للوصول لحقيقة براءة مسعود بيك من دم الجحش بالاضافة سيد القاضي انه الصحافة بتدعي مثل ما اسمعنا كلنا انه سيد مسعود بيتحدى المحكمة بشكل وقع وما ننسى انه القضية الها فوق السنتين في الوقت المحكم وعليه يجب ان يحضر السيد مسعود والادلاء بشهادته في تلك القضية وإلا سيتهمنا الناس باننا لا نساو بين الرؤوس وان هناك في القانون اخيار وفقوس يجب حضور السيد مسعود ابو السعود مسعود الجلسة القادمة وإلا ستحكم عليه المحكمة بالحبس لكن يا سيادة القاضي ملكنش وفعت الجلسة يا مسعود بيك مش رايح والله مني رايح يا مسعود بيك يا مسعود بيك هيها الجلسة وبتخلص بالموضوع انا هذا الموضوع بده يجنني خلص انا زمان لما كنت بشتغل شفير شحن كنت مبسوط ومكيف وهلأ بعد ما صرت رجل اعمال الاول بالبلد حياة قلبت جحيم وبسبب شو؟ بسبب جحش ولا وجحش ميت كمان وكأني قتلته مع صبق الاسرار والترصد مش لهالدرجة يا مسعود بيك مش لهالدرجة مش لهالدرجة؟ انا الفترة اللي فاتت صرت اشوف وجه الجحش وين ما بودي وجهي صرت وانا نايم اشوف جحش اسود صغير ودني طوال نايم جنبي انت بتجوز يا مسعود بيك؟ لا مش متجوز وهلأ الي سنتين وثلاث اشهر محبوس مع جحش اسمي بالصحف بعد ما كاني بينذكر مقرون بمشاريع وخطط اقتصادية صار هلأ اسمي مربوط مع جحش صرت اشوف الناس بكل مكان وهي تطلع علي بطرف عينها وتضحك استاذ صالح اوامرك مسعود بيك اقول لك انا خلص لقيت الحل اها شو هو؟ ما بدي احكي لك لكن لقيت الحل اللي حيطلعني من كل است الجحش من اولها لاخرها عن جد امشي انتهل لأ استاذ صالح وسكر الباب وراك متل ما بتؤمر مسعود بيك لكن خليني على اطلاع دعمل هتعرف لحالك اطمن اطمن مع السلامة مع السلامة مسعود بيك مع السلامة انا مسعود بيك اللي قدرت احفر طريق مستقبلي من الصخر مش عارف اخلص نفسي من الجحش اللي محصرني بكل مكان اي فشر وهلأ راحت عليك جحش اشتركوا في القناة